في آخر الدفعة لأطفال الجالية الجزائرية تتأهب للالتحاق بالمخيمات الصيفية بالجزائر في أجواء احتفالية مميزة صنعها أطفال مقاطعة مارسيليا وأطفال آخرون قدموا من مناطق جنوب فرنسا جنوب فرنسا هؤلاء الأطفال والذين بلغ عددهم 160 طفلا مرفوقين بحوالي 20 مؤطرا والوجهة مطار تليمسان للالتحاق بعدها بالمخيم الصيفي بابني صاف وكلهم شوق بقضاء عطلتهم الصيفية في أحضان وطنهم الأم أعطفال جنوب فرنسا لأطفال جنوب فرنسا وإنسان لأطفال الجزائرية لأطفال جنوب فرنسا جنوب فرنسا جنوب فرنسا يدفعة نهائية لمبادرة لاقت استحسانا ونجاحا كبيرين وهو الأمر الذي دفع بالمؤطرين إلى التخطيط للرحالات المماثلة لفائدة أطفال الجالية الجزائرية نحو جنوب الجزائر لكتشاف جمال الصحراء في فصل الشتاء